يسعد لأيامكم يا رب ورمضان مبارك على الجميع اليوم الفيديو عن كوكيز بديم رمضان رح نحضره سوا أول شي بنا نعمل أول شكل رح نحتاج لسكر الايزومالت هو عبارة عن سكر متل ما شايفين بيكون حبيبات للون الأبيض بدنا نحطن على النار وندوبن بس تدويب وبعدين بدنا نصبن بمحل الكوكيز اللي أنا فرغته طبعا لازم تصبون على السيليكون حتى وقت نقدر نشيله من بس تبرد تماما نقدر نشيله من على السيليكون هون كمان بدي حتى شوية جليتر ذهبي فوقه وقتركها لتبرد تماما بعدين نشيله واسحبه بهالشكل صار عنا بس ما شايفين زجاجي بدنا بنحضر هلاء الشكل بعجينة السكر رح نقطع بإياس الكوكيز اللي مدور ومحل التفريغ كمان بنفس الإياس وقطعته وبعدين بدي لزق العجينة بمروار شفاف رح لزقه على الكوكيز بهالشكل وعندي كمان قالب سيليكون مكتوب عليه رمضان كريم كمان بدي أعمله بعجينة باللون الأصفر بعدين بدي لونه بالدهبي الأصفر بيكسر الدهبي يعني بعطينا لون أحلى مشان هيكي عملت البيس أو الأساس تبع العجينة باللون الأصفر هيك سعر معنا الهلال جاهز هلاء بدي بيدست عنا شايف لون الهلال أول شي رح أعمل باللون الدهب العادي بعدين بالبرونز بيكسروا بيعطي لون حلو هيك سعر معي جاهز الهلال بس بلزقه محل ما لزقت عجينة السكر البيضة بها الشكل وصار معي أول ديزاين جاهز كتير مهضوم وحلو بها الشكل طبعا هذا العيزو ملت بيتأكل هلاء بدنا نعمل شكل الثاني أنا عندي هاي الطابعة بشكل تقريبا زغرفات رمضانية بدي أطباعها على عجينة السكر هلاء أغلى بالوقت بتلاحظوا أنه أنا بيستخدم أساس عجينة لون أبيض بس أنا بدي لونها هلاء بالدست الصعيرة بحب هالطريقة أكتر من أني عد لون عجينة السكر نفسها فبستخدم ثلاث ألوان رح أستخدم الأورانج رح أستخدم الأخضر رح أستخدم لون البني شان أعطيه التعتيقة تبع ألوان النحاسي وآخر شي رح أستخدم الدست الذهبي بعد ما أخلص دمج هالألوان كله شوفوا كيف فرقت معي صار معي مثل الألوان اللي معتقة هالشكل بكتر ذهبي آخر شي ليطلع معي حلو وبعدين بقطعها بالشكل البدي أنا عندي هون مجهزة كمان هالشكل من الكوكيز طبعا الكوكيز موجودة على قناتي وصبتها كاملة في كونت تشوفوها وتطبقوها تقطعها بالشكل بتحبوه وبعدين تشتغلوه بالعجينة هلأ هون رح أعمل نفس الهلال اللي عملته بالموديل الأول بس بلون الأبيض رح تلاحظوا هلأ كل موديل الكوكيز رح تكون كمالة للي بعدها حتى تطلع معي كل درجات الألوان أنا ما عندي شكل محدد فصراحة عم بعمل من عقلي وهون بالزيادة بالريشة باللون الدهبي رح أمسح بس فوقها حتى كلمة رمضان كريم بتبين معي أكتر هالشكل صار معي الشكل الثاني جاهز هلأ بنفس العجينة ما رح كبقنا بدي أقطع طرف الديزاين الثاني رح أقطع بس الجزء الفوقاني هالشكل بعدين بقص لركبون على الكوكيز حطن من فوق بس بالطريقة هلأ من تحت رح نعمل غير موديل رح نجيب عجينة باللون الأبيض هدا التكنيك كمان بحبه بجيب استانسل وطبقه على العجينة الفرتة بعدين بالشوبك أو الرولر بدي أكبس من النص واسحبها هيك لفوق بعدين بسحبها كمان لتحت حتى تأخذ العجينة نقشة الاستانسل وما بشيل الاستانسل هلأ بدي أجيب داست وبلش لوين بالريشة بالشكل كامل الاستانسل وشيل الزوايد وبعدين استحبها شوفوا كيف تأطلع حلوة طلعت معي نقشة بالجنين بكمل هلأ بجزء الثاني من الأطاعة بالشكل بأخذ الطرف اللي بحبه أو الطرف اللي بلاقيه مناسب وبعدين بلزقه على الكوكيز بالشكل وهيك صار معي الشكل الثاني جاهز كتير سهل بس متل ما شايفين صارت شكل التالت تابع للشكل اللي قبله بنفس الزغرفة حتى يطلعوا كلهم بيشبهوا بعض هلأ الشكل الرابع والأخير رح يكون بزوايد العجينة ما شايفين ما في شي بينكب عنا كله رح نستخدمو حتى أخذ اللون تدرج لون الأخضر اللي استخدمته رح أكمل وأعجون العجينة أو زوادي العجينة اللي تبقت من أول ديزاينات ومدة بهالشكل شوفوا كيف ما كتير خلطت العجينة عشان تعطيني شوية تمويجات وبأخذ هالطابعة كمان وأطبع وقص شكل الكوكيز البديه أنا بحب أشتغل كل الكوكيز سوا يعني ما نقعد نشتغل واحدة واحدة بنضيع وقت كله بنفس الوقت نشتغله بكون البروزيس أسرع هلأ بنفس القطاعة كمان بدي قطع بعجينة باللون الأبيض بدي يجيب قطاعة دائرية أخذ بس الزاوية مثل ما شايفين كيف صار معي رح لزقة بزاوية الكوكيز بعدين بدي اكتب بألم غزائي رمضان كريم طبعا حاولوا نخطكن مرتب أنا حاولت قدر الإمكان طلع معي مرتبة الفيديو مسرع شوي فرح تلاحظوا أنه أنا عم بكتب بسرعة بس هو كتير كنت بطيقة حتى يطلع معي مرتب وبعدين عندي جلتر بدي يحط شوي التلزيق أو مروار وبعدين رش الجلتر عليها هيك بالزوايا وصار معي الشكل الرابع كمان جاهز تم شايفين أربع موديلات بشبهوا بعض بنفس الزيم إن شاء الله يكون أعجبكم الفيديو ما تنسوا أكيد تشتركوا بصفحتي على الفيسبوك وقناتي على اليوتيوب والديكتوك ويندي بيستري شكراً كتير للمتابعة